تحية رياضية أبعثها لكم من برنامجكم ريبلاي على دوزام ورش التحول الرقمي بالمغرب يواصل مسار التطور في المجال الرياضي وفي المقدمة جامعة الكرة منصات رقمية تعمل على نقل كل كبيرة وصغيرة للمتابع حول مختلف فئات المنتخبات الوطنية وآخر مسجداتها وعلى غرار الجهاز الأكبر الأندية الوطنية جعلت من التواصل الرقمي عنوانا للمرحلة الهدف خلق جسر تواصل الافتراضي مع الجماهير المتعطشة للتفاعل مع كل تفاصيل فريقها المفضل أما تحقيق ريبلاي فيأخذنا إلى علم المنشطات الغامض نفتح أبواب الوكالة المغربية لبكافحة المنشطات لنرصد سبب انتشارها كيفية محاربتها وأيضا كيفية ترويجها والبداية كالعادة بالحدث في ظل التطور الرقمي السريع أصبحت جامعة الملكية المغربية لكرة القدم أكثر حضورا على منصات التواصل الاجتماعي من خلال نقل الأخبار بالصوت والصورة مباشرة إلى جمهورها وبعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم زادت الجامعة من جهودها على مستوى التواصل الرقمي الشيء الذي وضعها ضمن مصاف الاتحادات الرائدة في هذا المجال روبرتاج أنس فبار بكاميرا عيصام عسول في عالم كرة القدم أضحت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة افتراضية للمشجعين لذلك تجد منتخبات عملاقة حاضرة بقوة في منصات مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وغيرها رابع العالم شرع بدوره منذ مدة في مواكبة هذا التطور الرقمي لينسوا جعل منوال من سبقوه وجود الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمختلف منصات التواصل الاجتماعي يلاحظه القاسي والداني حيث أضحى المنتخب المغربي زاحم الكبار ليس فقط فوق المستطيع الأخضر بل حتى على مستوى مواقع التواصل بلغة الأرقام يتربع المغرب على عرش أكثر المنتخبات شعبية في إفريقيا كما يتواجد ضمن خانة العشرة الأوائل عالميا إشاء العالمي الذي حققناه بالجامعة الملكية لكرة القدم نرى أنها تعمل على تطوير منصات رقمية لها لا من ناحية الصور ولا من ناحية الصوت جمهور أصبح في لانتانت أو في ويب وأصبح لزاما علينا أننا نتحاول معه ونصل له جميع الأليات المتاحة سواء عن طريق منصات الشمائية أو عن طريق موقع الإلكترون خلال مشركته التاريخية في كأس العالم بقطر حقق المنتخب الوطني قفزة صاروخية بمنصات التواصل فعلى مستوى إنستغرام مثلا تضاعف عدد متابعي المنتخب الوطني من مليون وتسعمائة ألف قبل بداية المنافسة إلى ثلاثة ملايين ومائتي ألف متابع بعد نهاية العرس المنديالي إذن هذا الزخام يجب أن يتعززه بوجود أكثر خاصة على منصات الفيديو الرقمية هذا من شأنه أن يقرب الناس أكثر إلى الفريق الوطني ويعززه البراند أو علامة المنتخب الوطني كبراند رياضية لديها جمهور عريض ليس فقط في المغرب ولكن عبر العالم كما تعلم فبعد كاس العالم قطر أصبحت جماهير عريضة تعرف أسماء اللاعبين المغاربة من خلال محتوى متنوع تخلق جامعة الكرة جسرا للتواصل المباشر مع الجماهير بمختلف المنصات والهدف تعزيز صورة المغرب على الساحة العالمية كما تعتبر فرصة مثالية لجذب مستشهرين جدد الشيء الذي ينعكس إجابا على الإرادات المالية ومن بخارسة الرومانية ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والصحفي الاقتصادي سامير شوقي سيد سامير مرحبا بك تسويق رياضي رقمي يؤسس لنموذج عمل مستدام في بيئة نفسية متزايدة داخل منظومة كبيرة وهي منظومة التحول الرقمي كيف يساهم هذا التسويق الرياضي في إشعاء أكثر وتطور للمؤسسة الرياضية أصلا عندنا مؤسسات رياضية تواكب هذا الموجه أهلا وسهلا موضوع تسويق الرقمي هو بإعلان الحدث يشكل الحدث على اعتبار أنه من الآليات الجديدة لدعم الإرادات الأندية وبالمغرب الأندية المغربية ليست بمنأة عن هذا التوجه بحيث صارت على هذا المنوال وإن كان بمستويات مختلفة أعطيك مثال مثلاً بالنسبة لأنديات قرية القادمة المغربية حيث الإقبال العام يمكن أن نقول أنه لازل ضعيف وضعيف جداً وأحياناً تعدد من حيث الإرادات وأحياناً ممكن يكون منعدل فإذا أخذنا مثلاً أكثر الفرق شعبية ومتابعة على منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب سنجد تبايناً كبيراً في عدد المتابعين إذا استثنين نادي الرجاء الريادي الذي له ثقافة رقمية منذ عشر سنوات وتحديداً منذ كأس العالم للأندية 2013 بحيث استفاد من هذه النقلة لخلق ثقافة رقمية وهو اليوم يعتبر ثاني نادي من حيث المتابعات الرقمية في إفريقيا بعد النادي الأهلي وبطبيعة الحال هو الأول مغربي على مستوى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أيضاً هناك تطور كبير لاحظناه حتى في التقرير خصوصاً سيد سامير شوقي بعد كأس العالم والإنجاز الكبير بكل تأكيد أن الجامعة الملكية المغربية بما تحظى به من إمكانيات عملت وفي إطار التخصصات التي تشهدوا الهيكلة التنظيمية العامة داخل الجامعة الملكية المغربية فهي لها قسم خاص بالتسويق الرقمي والمشتغلين في هذا القسم يحظون بكل إمكانيات وبالتالي بالنسبة لي أن الجامعة الملكية المغربية وما تفعله وإنجازاتها الرقمية بالنسبة لي لا تشكل أدنى مفاجأة لأن هذا هو الصواب بالنسبة للأندية المغربية حيث هناك شحف الإمكانيات والموارد هنا الإشكالية والأندية المغربية من المفروض أن تكون هي رافضة من روافض الجامعة الملكية أو امتداد للجامعة الملكية المغربية لكن للأسف هذا ما لا أجده أنا كنت قد توقفت عند نادي رجاء الريادي وسأتحدث عن الأندي الأخرى لأن النادي رجاء الريادي هو القاطرة في هذا المجال وذلك انطلاقا من أرقامي مثلا في الفيسبوك 6 مليون ومئة ألف انستغرام 3 مليون وخمسمائة ألف تويتر أو منصة إكس مليون ومئة ألف تيك توك 674 ألف يوتوب 600 ألف يأتي بعده نادي الويداد الرياضي في الفيسبوك 200 جوش المليون 400 ألف انستغرام 1 مليون و 900 ألف تويتر منصة إكس 523 ألف تيك توك 185 ألف ويوتوب 223 ألف كيف يمكن استغلال هذه الأرقام بالنسبة لهذه الأندية؟ هذه الأرقام على المستوى التفعيل هذا الأرقام على المستوى التواصل الرقمي يكون فعال؟ هذا هو الإشكال لأنه إذا كان نادي الرجاء هو القاطر ومعه نادي الويداد وذلك اعتباراً لشعبيةهم الجارفة داخل المملكة المغربية هناك أندي الأخرى ذات الجماهيرية مثل نادي الاتحاد طنجا والجيش المالكي والمغرب الفاسي لكن أجد أنهم بعيدين جداً عن مستوى نادي الرجاء الرياضي وحتى نادي الويداد البيضاوي من حيث عدد المتابعين والتالي هنا تطرح إشكاليتين بالنسبة للأندية المغربية أولاً لماذا هناك عدد المتابعين وخاصة أستثني نادي الرجاء والويداد خاصة بجل الأنبياء الأخرى يعني عدنا مثلاً 14 نادي في القسم الموطني الأول يعانون من قلة قلة المتابع نعم هناك أيضاً نادي الرجاء الرياضي كثيراً معجمات إشكالية حقيقية لأن هذا المنظوم الرقمية كلها تفاعل وتبلور من أجل دعم الإيرادة المالية وأنا أعطيك هنا رقم صادم مثلاً عندما أقول أن نادي الرجاء الرياضي هو القاطرة في هذا المجال فالرقم الإيرادات لم يكن يتعد 50 ألف درهم سنوياً خلال السنوات الماضية وهذا رقم هزير جداً ويمكن أن أقول أنه غير موجود أكيد أن الإيرادات والتسويق الرقمي أهمية تكمن في عدد المتابعين وتسويق تلك الصورة للأندية عموماً سنفصل فيما بعد في هذه النقطة نقطة الأندية الوطنية وتسويق الرقمي شكراً لك سيد سمير شوقي أنت كاتب وصحفي الاقتصاد كنت معنا من بخارس الرومانية واللحظة في الستوديو ورحب بهيثم أرغان صانع المحتويات أو تفضل بالبقاء معنا سيد سمير شوقي لا تدهب بعيداً سنواصل النقاش رفقة هيثم أرغان كما قلت صانع المحتويات الرقمية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لأخذ رأيك هيثم فيما تفعل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خصوصاً كما قلنا مع سيد سمير شوقي بعد الإنجاز الكبير بالكأس العالم أول حاجة شكراً استدافتي محب محب المنتخب المغربي في كأس العالم كان عندنا إنجاز كبير بزاف عالمي والعالم والتي يشوف في المنتخب المغربي وفي الدوري المغربي وكيف نتنذيره في المغرب اللعابة دينا اللعابة World Class تعرفهم في أكبر ليغس في العالم وخصناً نستغل له هذه الفرصة اللي عندنا دابة بكأس العالم الانديا اللي جاي اللي فيه الفريق المغربي الويداد كأس العالم كأس العالم نساء تحت 17 عام اللي عندنا خمس سنين متتاولات تال 2030 وكأس العالم الكبير 2030 وكأس أفريقيا بالضبط نستغل له هذه الفرصة اللي عندنا باش نوصله للعالم ونوصله للمغربي في الكورة والكولتشر دي المغربي الكوروي كيف ممكن نستغلوها هيتم منتفة في قلب جهاز كوروي كبير اللي هو الفيفا على مستوى مواقعة وواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية الأخرى أنا صراحة من إكزامبل ديالي أنا من اللي بديت مع الفيفا فقد كانت لدينا مأكاونت في تيكتوك وفي إستغاني ديالنا كانت لدينا 20 مليون مؤملة لاحين هناك في إنستغام عندنا كثر من 50 مليون 47 مليون مؤملة في إنستغام وفي تيكتوك عندنا مليون مؤملة عبر السوش الميديا كاملة عندنا كثر من مئة مليون مؤملة وهي كل ما تدعون للجميع للجميع الوصولة للتراكز الليل çalışم أكثر لبعانية التفاعل أكثر مع علامة النادي والإرادات والإرادات. نعم هيتم سنطوير صفحة الجامعة ونتحول للأندية. الأندية على خطة أندية عالمية الأندية المغربية. كما قلنا تتجه إلى تطوير محتوياتها على مواقع التواصل الاجتماعي. والنموذج هنا فريق نهضة بركان ورجاء الرياضي. لذلك أصبح مثالين يحتذا بهما على الصعيدين الوطني والقاري. وبالأرقام أسماء سلوان سترصد لنا في هذا الرابورتاج إحصائيات متابعي. صفحة الرجاء والنهضة البركانية بعدسة عصام عسول. طريقة إعلان مبتكرة. مستجدات على مدار الساعة. حوارات وفيديوهات متنوعة. كواليس رحلات داخلية وخارجية. هي صفحات التواصل الاجتماعي لفريق الرجاء الرياضي التي تجاوز عدد متابعيها عشرة ملايين متابع. وهو رقم قياسي على الصعيد الوطني ليتربع الفريق الأخضر على القمة في المغرب. أما على المستوى العالمي. فصنفه الموقع الفرنسي أبسيغفاتوار لفوتبول سياس. ضمن مئة فريق الأكثر متابعة عالميا. فقاعدة محبي النسر الأخضر تمتد إلى خارج حدود الوطن. في هذا العمل ما جاش من عباد. يعني مجهود كبير. ربما سنوات والرجاء كيخدمها على استراتيجية. طبعا وراء هذا كان خلية للتواصل وخلية رقمية أكيد. خلية رقمية لكي نشكرا على العمل المجهود التي تقوم به. إلى لحظة المنتوج الذي ينشر على مستوى الصفحة الرسمية للنادي. منتوج يحترم. لأنه مبني على أفكار جديدة. تقنية جديدة. بجودة إنتاج عالية ومحتوى متنوع على مختلف صفحات التواصل الاجتماعية. تواصل الخلية الرقمية لنادي نهضة بركان عملها الدؤوب. الفريق يعتمد على تقديم محتوى باللغة الإنجليزية للتواصل مع الجميع. نظام رقمي متطور على جميع الصفحات الخاصة بفريق نهضة بركان رجال وسيدات. حتى أصبحت لديه قاعدة جماهيرية مهمة. بداية الموسم كان تقديم فعلى مستوى بالنسبة الوافدين الجدد بالنسبة اللاعبين دي فريق نهضة بركانيا. كذلك نذكره الموسم الماضي كان كذلك تقديم مستوى عالي بالنسبة للطاقم التقني اللي يقود حاليا فريق نهضة بركانيا اللي هو معين الشعباني. يعني التقديم اللي كان كذلك تقديم في الصورة الرجاء الرياضي ونهضة بركان نموذجاني لأندية مغربية تسعى إلى منافسة الفرق العالمية في مجال الرقمنا. أعود إلى بوخارسة الرومانية لأختم مع سيد سمير شوقي الكاتب والصحفي الاقتصادي. سيد شوقي كنا نتحدث عن الحلول للأندية الوطنية لمواكبة هذه الموجة موجة التسويق الرياضي. كيف يمكن أن تضع هذه الاستراتيجيات لمواكبتها؟ أعتقد أن الإشكالات أو المعايقات التي تحد من دعم المداخل الأندية من خلال المنصة الرقمية هناك أساسا غياب سياسة تواصلية بالنسبة للأندية ولكن كذلك هناك القرصنة الرقمية لرموز الأندية واللوغوهات من طرف جهات مجهولة وحتى معلومة من داخل وسائل التواصل الاجتماعي فقط بين قوسين عندما تحدثت النادي الرجاء الريادي أود أن أضيف كذلك أنه هذه السنة ربما ستكون النقلة النوعية لأن الإدارة حددت هدف خمسة مليون درهم كإرادة سنوية على أساس أنها تتنمى سنة بعد سنة وقد وقعت اتفاقا مع إحدى الشركات والمستشهرين بعقد يبلغ مليون وثلثمائة ألف درهم سنويا وهذا أعتقد أنه أكبر مبلغ أو صدقة رقمية في المغرب حتى الآن الحلول أمام هذه المشكلات والمعضلات التي تعيق الأندية أعتقد أن هناك خمسة على الأقل ممكن أن تكون أكثر أولا لا بد من وضع حد فوضى للقرصنة الرقمية واستعمال لغو ورموز الأندية بطورق عشوائية دون حسيب ولا رقيق وذلك بلجوء الأندية إلى القضاء يجب على الأندية أن تذهب للقضاء لتدافع عن مصالحها المادية والمعنوية تجاه هذه الظاهرة التي تستفحل أكثر وأكثر خاصة على منصة التواصل الاجتماعي ثانيا لا بد من توفير توفر الأندية على متخصصين في التسويق الرقمي لأن هذا اختصاص نهني أعتقد أنه لا يمكن أن تخول هذه المهمة لمنخارطين يشتغلون في إطار التطوع اليوم التسويق الرقمي يجب أن يكون بيد متخصصين مشهود لهم بالكفاءة ولهم خطة ودراية الحال الثالث تكتف التواصل مع المشجعين وحتهم على استعمال الحسابات الرسمية للأندية وذلك للرفع من منسوب وكتافة المتابعات وهذه الأرقام للمتابعات هي التي تكون حجة الأندية في التوقيع على عقود استشهار مع المستشهرين وبالتالي لا بد من تكتف التواصل مع المشجعين لأنني أرى بأن هناك أندية لها شعبية كبيرة لكن داخل منصة التواصل الاجتماعي تبقى بعيد كل بعد عن مستوى رابعا يجب توفير متاجر رقمية لاقتناء منتوجات الأندية من داخل منصة الرقمية لأن هناك مثلا الأندية الشعبية الكبرى والتي تمتد خارج مدنهم لا يمكن لمشجعين أن يقتنوا المنتوجات إلا عبر المتاجر الإلكترونية وأنا ألاحظ كترة المتاجر الإلكترونية المقرصنة لرموز الأندية وهي لا علاقتها بالأندية ولا تستفيد من الأندية ولو بدرهم واحد من تلك المعاملات المزورة والمزيفة وبالتالي يجب أن تركز الأندية على هذا الجانب المهم باختصار خامسا وهو الحل الأخير يجب الأندية أن تبلور عروض رقمية متيرة وتجلب اهتمام المستشهرين أن تكون عدة عروض خارج الإشعار داخل الأقميصة وهو الإشعار نتمنى لمواكبة هذه الموجة الكبيرة للتحول الرقمي وفي زمن هذا التواصل الرقمي هناك أندية كما قلنا داخل البطولة الوطنية قطعت خطوات عملاقة في السياسة الانفتاح الإلكتروني ونقل كل تفاصيل النادي على مختلف المنصات الفتح الرياضي أحد أبرز النماذج طاقم وطموح يقوم بعمل جبار لمواكبة أنشطة النادي بكل فروعه ونقل التفاصيل للجمهور روبرتاج محمد القردة والصورة لعزيز مجيد داخل أكاديمية فريق الفتح الرياضي الفريق فتية يشعلون حمسا يصلون ليلة بالنهار لنشر كل ما يتعلق بالفريق في الصفحة الرسمية بمختلف المنصات ندي جروب بناتنا التي كانت تعمل بهم كانت خاصة حاجة كانت أرجانس نذكر بلها نقطة البوليفورنس التي تنفعنا مثلا لدينا غرافيس في كرة القدم إلى مكان يقدر مثلا يسين ولا يقتل غرافيس كرة السلة أنه يغطي إلى الأبسانس التي لا يوجد لذلك نحن كما قلت في البيورو وكانت تعاون في بعضياتنا وكان نقش الأفكار وكان نشوف وكان نتعرف العالم وكان نحاول بشأن نتماش معه يقفون على كل التفاصيل مستندين على تقنيات وتجهيزات يوفرها لهم النادية شباب يبدعون من زاويتهم في توثيق فيديوهات يلتقطون صور للاعب الفريق ويحاولون وضع لمستهم الخاصة غايتهم جعل صفحات النادية في دينامية دائمة فاق من الزاويتهم يكون عبارة عن حصة التصوير وفيديو وفيديو بعض المرات يكون اهداف للاعبين يحتاج لقطة للاعبين كي تهتفلوا لقطة للاعبين كي قدموا رأسهم فهذا الشيء يكون كما شفتوا مع المرات يكون عندنا تقديم لعبين على الانتيريور بعد المرات على الاكستيريور ونحاولوا أننا نبدعون ونخرجوا من الصندوق باش نكونوا نقدموا واحد الفيديو الجديدة باش المشاهدين يكونوا قراء بالكلوب عدساتهم دوما مصوبة نحو الهدف باحترافية ومهانية عالية الخلية الإعلامية لفارق الفتح رياضي تشتغل غايتها تقريبا جماهير من كل تفاصيل النادية بمختلف فروعها أعود إلى ضيفي في الستوديو هيتم أرغان صانع لمحتوات الرقمية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا هيتم أكيد تبعتي معنا روبرتاجات نتبع أيضا عن قرب المنصات الرقمية للعدد من الاندية هنا في المغرب كيف تشوف تحول الرقمي وتسويق الرقمي على مستوى الاندية وش غدا تتوكب هذا الموجة صراحة غادي نتنشوف كونتن جديد من الفراق الكاملين أنتنشوفوا behind the scenes جمهور بغي يشوف دكش ما يقدرش يشوف في الميديا الترديشنال في تلفازها ما يقدرش يشوفوا في النيوز بغي يشوفوا change moves بغي يشوفوا الفريق غادي من الوتيل بغي يشوفوا اللعابة الكواليس بالكواليس ديال الفراقي وحاجة اللي جاتني خاصة في المغرب هي استغلال صناع محتوى في الفراقي كل صانع محتوى وفريق اللي تبغيه الفريق يستغلوه يستغلوه الجمهور اللي عنده باش يوصلوا الجمهور بطريقة الناتشل بطريقة متى الجيش فورست اللي تنسميها indirect marketing يعني التسويق بطريقة غير مباشرة وحاجة اللي أقدر نقول لك سنرجع لفيدوريشن فهذا شفنا الإعلان ديال رقراج الفريق ويني got announced شفنا داروا graphic design graphic video announcement فين شفنا واحد الطريقة زوينة اللي أقمصة وهي تطير بالأرقام اللاعبين طريقة زوينة اللي باش يوصلوا الميسج الجمهور والجمهور يبغي يوصلها للعالم كامل طيب هيتب أنت في سن 23 سنة أكيد فخر لكل شاب كتاب عكو أنت المسؤول على المنصات الكبرى الأكبر جهاز كوراوي في العالم هو الفيفا كيف من ناحية الخبرة ديالك ونجربة ديالك مع الفيفا كيف ممكن نقلو هذا التطور للفيفا على مستوى الأنديا ديالنا والجامعة هنا في المغرب صح هذه تتبدل من فرقة لفرقة على الستراتيج التي أريد أن ندره وشكون الجمهور التي أريد أن نوصل إليه فرقة التي لدينا الكبار التي وصل للعالمية ووصل للجمهور عالمي يستعملوا مستراتيج التي يوصل إلى الجمهور بحيث لفتح وستعملوا الإنجليش لانجوش في ميديا هيتم كما قلت في السن وفي البنصات الرقمية للفيفا أكيد نحن فخورين بك الكل الذي يتابعك الآن فخور بك لأنك خذت هذه المهمة على عاتقك وكتعطي ربما صورة للشباب في حالك يريد يمشي وممكن تقول أي واحد يمكن يمشي في هذا الميدان التسويق الرقمي والرياضي بالخصوص التي لديه علاقة الاندية حتى كل شاب لديه القدرة الإبداعية يساهم في تطوير تسويق الرياضي هنا في المغرب أول حاجة كانت الدريجة التي يحسن لكي نوصل إلى المسج الذي يريد أن نوصل بالإنجليز ولكن هي الاثنتيسيتي لا أعلم أن نقولها بالدريجة الأصالة كل واحد عنده ستايل وكل يوصل إلى المسج لجمهور بطريقته وما لا يريد كل فرقة تبقى في الإبداع وتوصل الفرقة للجمهور وإذا هي السكساس نحن قدر أن نقول بأننا نظرك هيتام نحن لا على مستوى الجامعة والمنتخبات ولا على مستوى نحن قدر أن نقول نحن 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 في طريق مزيان وعندنا عام أهد إن شاء الله شكرا لك هيتام أنت صانع محتويات رقمية للفيفا شكرا لك على الحضور وعلى كل هذه المعلومات وأحد أرقام معادلة التواصل الرقمي كما يعلم الجميع الجمهور الذي يرى في هذه الخطوات جسرا يربطه بناديه أو بمنتخبه أينما كان ووقت ما شاء التصفح فكيف يرى الجمهور أهمية التواصل الرقمي في متابعات أخبار مختلف الأندية والمنتخبات نتابع هذه التصريحات في الأنزل في التسعينات لم يكن نشاهد شيء لم يكن نعرف أخبار في الفريق أخبار من ناحية الغزوستسيو كنا نرى أنهم لم يصلوا لنا بطريقة جيدة أو سهولة ومنهم يصلوا لنا المعلومة بطريقة حشيرة نرى أن هناك شخص يحسن ولكن لا يزال خاص بالخدمة لا يزال خاص بكثير من المجتمع الناس الذين يكونوا مواهدين أو يعملون مع الناس الذين يعملون في المدين ومن المجتمع لا يزال خاص بكثير من المجتمع ومن المجتمع الأفكار يجبوني خدامين بحل الويداد وحل الرجاة وفار ومتبعينهم تبارك الله عليهم ومتبعين 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 فيديو الفراقع والتصوار ومتبعين بحل الرجاة ومتبعين وفي النصف الثاني من ريبلاي تحقيق العدد نتطرق خلاله إلى إشكالية تعاطي المنشطات في صفوف الرياضيين سبب انتشارها وكيفية محاربتها من طرف الوكالة المغربية لمحاربة المنشطات وأيضا كيفية ترويج هذه المنشطات والعقوبات الجنائية التي تنتظر المرويجين كل هذا في تحقيق أعده عثمان بخاري بكاميرا إبراهيم حبوب وعدنان سيلاني رياضاتنا وأنشطتنا مختلفة أحيانا ما يسمع عنها أن المنشطات دخلت أجساد رياضيها لكن هناك يوم للكشفة وإن تأكد المحضورة فالعواقب وخيمة فحص المنشطات هو عملية تقوم على عدة مراحل أولها هو نوتيفكاشن دي الرياضي أو ما يسمى بالإخبار يمشيوا لستاشون دي كوندخول هي في أنت يكون نقوم بالعملية وكننا أخذوا العينات كي سواء عمليات عينة البول أو عينة الدم وبينسوغ الرياضي كيقوم هو اللي كيختار الأدوات باش كنقوم بهذه العملية هذي وكيكون عنده اختيار ديال ثلاثة ديال ليكيت بالنسبة للنتائج الاختبار في حص المنشطات فهي تخرج لنا في واحد المدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات مؤسسة وطنية دورها التكوين التحسيس الكشف والزجرة في جميع القضايا التي تهم معضلات المنشطات الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات هي واحد الوكالة فاتية للتخلقات في 2021 ومن المهام الرئيسية ديال الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات هو تنفيذ سياسة ديال الدولة المغربية في مجال المكافحة المنشطات ومؤثرها العمل ديالها مؤثر بالقانون 97-12 لا طلعت لنا التحاليل ديال الرياضي إيجابية تنجروا واحد الفحص قوالي ديال الملف ديال الرياضي باش نعرفوا واش هذا الرياضي فيت تسلم أولا لا واحد الرخصة للاستعمال لأغراض علاجية وايضا تنبلغوا الرياضي بواحد توقف الرياضي هو العنصر الأساسي لمحاربة المنشطة سلاحه الوعي بمخاطره والرغبة في الحفاظ على سجل الرياضي خالي من الشوائب سهولة الوصول إلى هذه المواد أحيانا تبرر حالا حجم انتشارها مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تستخدم من قبل موزع المنشطات لترويج لهذه المواد موسيقى قرعة تلك 400 وش حال تقدر تدوز دي قريبا؟ موسيقى موسيقى في الأول تسبق القرعة تلك موسيقى موسيقى فش بيتمت السيكل ودكو والتسطو جاي مع الترينبولون الترينبولون شوف لك شو واحد اللي يجيبو لك كتاب اللي يبرب العبارة ديالها وكتاكلهم مزيان فرما دي ترى لكوالو مرسيك النور ما لضد ديالت الـ 2028 موسيقى المغرب كباقي الدول المنخرط بطبيعة الحال في واحدة المنظومة واحدة سياسة دولية لمحاربة طاعة المنشطات المنشطات تدخلت شريعيا بواحد واحد القانون اللي هو القانون 97-12 هذا القانون الذي يعتبر قانون خاصا هذا القانون لم يقتصر ولم يتوقف عند هذا الحد أي لم يتوقف عند حد الردع التأديبي وإنما داب إلى الردع الجنائي وتضمن في فصوله من الفصول 51 وما يليها بعقوبات اللي هي عقوبة خصوص الفصل 53 و 54 اللي هي عقوبات جنائية وعقوبات حبسية اللي قد تصل يعني تتراوح بين ستة أشهر وسنتين عقوبة حبسية وغرامة للمروجين وإقاف وأضرار صحية للمستعملين كلها إشارات تقود أن لا مجال للتفكير في المنشطات فلا يصح إلا الصحيحة والختام كالعادة بأبرز ما جاء في عالم الواب رفقة أسامة العبادي أسامة بدأ جادت مواقع توصول اجتماعي في هذا الأسبوع أهلا بك جهام بداية فقرة الرياضة في الشبكة لهذا الأسبوع نستهلها بفيديو لحام عرين أسود الأطلس ياسين بونو الذي تلقى الإشادة من نجم البرتغال كريستيانو رونالدو بعد الآذى الذي قدمه المغربي في مباراة الهلال والنصر لنتابع الفيديو القادم لنجم المنتخب الوطني زكريا بوخلال الذي تغنت به الصفحة الرسمية للدورية الفرنسي بعد المستوى الذي يقصم عليه رفقة فريقه هذا الموسم مع لعبي المنتخب الوطني دائما هذه المرة بلال الخنوس الأخير سجل هدفا جميلا ورائعا في شباك الشياطين الحمر مانشستر يونيتد أما عشاق المنتخب الوطني فتناقلوا على نطاق واسع فيديو يبرز أما عشاق المنتخب الوطني فتناقلوا على نطاق واسع فيديو يبرز مهارات على الصمد الزلزولي والذي استعاذ الكثير من بريقه مع نديه بيتس لنتابع الختام سيكون بفيديو للاعب المنتخب الوطني أيوب الكعبي حيث ظهر في أحد مقاطع الفيديو ويعبر عن مدى عشقه للطبخ المغربي وعن أفضل أكلة بالنسبة له يدجاج محمر أحسن ناكل وإحسنتك لعني أتجاج محمر أتجاج محمر وذيك دي العراسيس بالدغمية والوالدة كنت تطيب شعراسيس كنت تجيب لي طيب دي العراسيس كنت تجيب لي طيب دي الوالدة دي العراسيس محمر دي مطيب دي المرأة المغربية لا يعني علي أكيدوا جبت لنا الفيديو حتى الوقت الغداء أسامة شكرا جزيلا لك إلى الأحد المقبل ووصلنا وإياكم أيضا المشاهدين إلى نقطة نهاية ري بلاي لا تنسوا الإعادة ابتداء من منتصف الليل أضرب لكم موعدا الأحد المقبل إلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر